يعني. بس خلينا خلينا نفهمه مع بعض. اول حاجة هنجيب مكتبة وهنكرأ ال data بتاعتنا هنعمل عشان نجيب اول خمس سوف من ال data. دي ال data هي. دي بتاعتنا اللي هم التلاتة دول. وده الاوت بتاعنا اهو. تمام? يعني مسلا دي مجموعة شركات. خلينا نشوف ال data كلها. ارني ده. اجيب منها اول عشرين. لو احنا عايزين نرجع رقم معين عشرين صف مسلا بنحط الرقم هنا اوكي. فهنا مسلا اه عندنا مجموعة شركات. شركة جوجل. عندها اه فيه ناس بتشتغل اه فيه تمام? وفيه ناس كومبيوتر بروجرامر وفيه بيزنس مانجر. يعني مجموعة مسميات كده وظيفية جوا شركة جوجل نفسها. وعندنا الشركة التانية اللي هي. واحد شهاد. اه. ودي طبعا الشهادة بتاعت كل شخص شغال. تمام? وهنا دي شركة تانية برضو فيها نفس المسميات الوظيفية والشهادة بتاعت كل شخص. وهنا شركة فيسبوك نفس المسمياته الوظيفية والشهادة. وفي الاخر الاوبوب بتاع بيكون عبارة عن ايه? اه سالري مور زان ميت الف. يعني هل الموظف ده السالري بتاعه اكبر من الميت الف ولا لا? لو اكبر من الميت الف هيبقى واني. لو اصغر من الميت الف هيبقى زيوبة. طبعا موضحة الداتا? طيب. احنا في ايه بقى المشكلة اللي انتم ملاحظينها في الداتا دي. اللي هي اللي احنا محتاجين نعمله. هنحاول الكون دي اللي. هنحاول ايه? هنحاول ايه? اه بالزبط حد عنده فكرة ازاي? احنا احنا طبعا نتعاملنا مع المشكلة دي قبل كده وحلناها. حد فكرة كنا حلناها ازاي? بالضبط عن طريق جد ضمي. اه لو لو تفتغروا كنا حلناها في المسال بتاع الشركات الستارتاب. كان عندنا الولايات نيويورك وفلوريدا. اه. وكاليفورنيا. اه. وحولناها لي اه. هنا بقى مش اعملها جد ضميز ولا حاجة. انا عاملها بطريقة اسهل شوية. والطريقة دي احمد انت تقريبا سألتيني فيها قبل كده. ان احنا مسلا عايزين اه عايزين مسلا شركة جوجل. نشيل جوجل دي. واحد. 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 الوصل ال data بتاعتنا الاول هنجيب ال input هي data كلها باستثناء ال column بتاع ال output. يعني انا هعمل drop للكولوم اللي هو الاخير اللي هو ال output بتاعي هعمله drop كcolumn يعني هشيره كcolumn واخزن ال data بتاعتي كلها هنا في ال variable ده وبعد كده اخد ال target بقى بتاعي او ال output بتاعي اللي هو ال column نفسه الاخير اللي هو ال output واخزنه هنا في ال target. كده انا قسمت ال data بتاعتي ال input و output. اجيب بقى ال label encoder. ال label encoder ده هو اللي هيحول اللي ال data بتاعتي اه لي يعني 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 عالجي القيم بتاع ال string يحولها لي نيو ميركل. تمام? هناخد variable من ال label encoder هناخد three variables. three variables variable يعني لكل كولوم فيهم يعني. اوكي? لان احنا عندنا three column. فحنا اخدت انا خدت هنا انا عملتها بالطرق دي خدت هنا three variables او three object بالنسبة لل label encoder او ال object دوت للشركات. تاني واحد للوظائف. تالت واحد دي الكولوم بتاع ال degree. تمام? طيب. بعد كده هنعمل كولوم جديد على ال data. ازاي هعمل كولوم جديد? بحط اسم ال data هنا واسم الكولوم اللي انا عايز ازوده. يعني هما اجيب اسم ال data. دي ال data بتاعتي كلها موجودة هنا. وبحط اسم جديد هنا اللي هو company in. هاجي يعمل له كولوم جديد اهو في الاخر اهو. تمام? طيب. الكولوم ده الجديد اللي انا عملته ده. هخزن في ايه? هخزن في القيم بعد ما اعمل عليها label encoder. اللي هي او اللي اي company اللي هي ال variable ده. تمام? دوت في transform. هعمل في transform على الكولوم بتاع ال company اللي موجود عندي في ال data. يعني انا راح اخد الكولوم بتاع ال company اعمل عليه في transform. في transform دي يعني بياخد الكولوم القيم اللي جوه ويحولها يعمل له transform لي الارقام اللي هي بالشكل ده كده. يعني مسلا شركة اه جوجل. هنا جوجل هتبقى اتنينات كلها. هو عملها بالطرق دي. جوجل بقت اتنينات. اي بي سي فارما بقت صفار. انا بتكلم على الكولوم الاول بتاع الشركات. تمام? فيسبوك بقت وحاية كلها. واضحة الفكرة جماعة. نفس الفكرة بقى بالنسبة للتو كولومز. نفس الفكرة بالنسبة للتو كولومز التانين. هنعمل كولوم جديد. اهو اسمه job in. وكولوم التالت ده اسمه job in. وهنخزن برضو فيه label encoder بتاع الجوب اللي هو الكولوم ده. وبتاع ال degree. تمام? هيبقى معنا سري كولومز دول. تحولوا بالشكل دوت لي label encoder. يبقى احنا كده خلاص مش محتاجين دول في حاجة. صح? نعمل لهم drop من ال data بقى. نشيلهم يعني. طب هنشيلهم ازاي? هقول ال input drop. احط هنا احط هنا الكولومز اللي انا عايز اعمل لها drop. هشيلها ككولومز يعني. واخزن الكلام ده في variable اسمه input in. يبقى هي دي ال data بتاعتها يا جماعة. خلاص عليك ان المشكلة اللي كانت فيها مفيش فيها اي مشكلة يعني. اقدر ان انا بقى وده التارجت خلاص اهو. اللي هو ال output بتاعي. اللي هو الراجل ده الترتب بتاعه اكبر من مئة الف ولا اقل من المئة الف. دي يعني بتاعتنا. ازاي بقى بنجيب ال decision tree? برضو من ال احنا اتفقنا ان كل الالجوريزميس الخاصة بال machine learning موجودة جوه الاسكلرن. فاقول from الاسكلرن هتلي tree. تمام? بعد كده قول tree dot decision tree classifier. هاخد منها decision tree classifier ده ال class بتاعي. ده كده class. اوكي? اللي هو جوة ال functions بتاعتي بقى اللي هي ال fit وال predict وكل الكلام ده. اقول tree dot الكلام ده واخزن هنا ده الموديل بتاعي. ده الموديل بتاعي. يعني كان ممكن اصلا بدأ لنا السطر ده. ممكن اشيل كلمة tree دي من هنا. واخد ده كده كده. اه كله كده. اوكي? واحطه هنا. اقول dot sorry. اه بكتب عربي اقول dot وحط الكلام ده. وبعد كده 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 اخد منه يعني اوكي? هي هي مفيش فرق. طيب خلاص خدنا هنا الموديل بتاعنا هو اللي هو بتاعتنا. اعمل فت على data بقى اعمل training على data بتاعت اللي هي ال input اللي هي data اللي احنا عملنا عليه وعشان يعمل على الترين. اه واخدوا بالكو هنا لو نجيت. خلنيه بس اعمل ايه? احنا رنينا كل ده. خليني رني الكود كله. كده الكودران. بصوا بقى جماعة. انا عملتي shift tab جوه القوسين بتوع الفونشن اللي اسمها decision تجي classifier تمام? شايفين بتاعت البايسون دي? هو هنا ال default بيستخدم الجيني اندكس. ده ال default. لو احنا ما حددناش هو بيستخدم ال default. اللي هو الايه? الجيني اندكس اللي هو الكارت. اللي احنا اللي هو بياخد اقل قيمة للجيني. الماس اللي احنا شرحناه من شوائه تمام? والسبلتر البست. اللي سبلتر البست. دي هي طبعا ال functions اللي بياخدها decision تري. تمام? اللي يبقى اللي هي الماكس ديبس بالنسبة للتري نفسها. دي كلها قيمة default. فانا هنا محطتش اي حاجة. انا استخدمت ال default يعني اللي هو الجيني. هتنزل هنا هتلاقي ال description بقى بيشرح لك كل حاجة في يوم بيقولك ان انت في 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 بيكون عندك الجيني اندكس وبيكون عندك الانتروبي. الانتروبي اللي هو ايه? اللي هو ال ID3 algorithm اللي احنا شرحناه. صح? اه. ال default هنا ال default اللي هو بيستخدمه الطبيعي اللي هو الجيني. لو احنا محددناه اوش يعني لو احنا محددناش الانتروبي هو مش هستخدمه. اللي هو ال ID3 algorithm هو ال default بتاعه الجيني. وهنا بقى بيشرح لك بيشرح لك الجيني باية عبارة عن ايه? اعمل shift tab ما بين الثلاث اه او سوري ما بين القسين دول. هيطلع لك فيها كل ال argument وبيشرح لك كل باختصاره عبارة عن ايه يعني تمام? هتلاقي فيه الماسي. مفروض. ايه? مفروض بيعرف كل argument من دا كله وبياخد ايه وعبارة عن ايه? عادي انت ممكن تستخدم ال default هما دايما يعني اللي بعملو بيحط لك ال default اللي هي بتكون افضل برامتر يعني. ممكن تعدل فيها و تديك نديجة احسن يعني. بس انت لو هتعدل مش بتعدل في حاجات كتير. انت ممكن تعدل في بس. يعني ممكن بس بعد ما تستخدم الجيني. لا انت هتستخدم مسلا الانتروبي. تشوف تشوف بتاعتين الانتروبي. وهكذا. تمام? بس يعني هي بتاخد البرامتر المؤثرة بس مش اكتر. فهنا الموديل هتعمل خلاص عملنا بتاعنا اهو. ترينا على ال data. لو جينا شوفنا ال score ما بين ال input وال output هتلاقي ان هو 100% ده ال score. اه لو حبينا ان احنا نعمل predict هتديره انا مسلا اه قيمة لي الشركات. وبعد كده القروم التاني كان ايه? اللي هي كانت المسمى الوظيفي. وبعد كده اقوله ان الدكري كزا. فيقولي ان ال output zero. يعني الرجل دوت السالر بتاعه اقل من اقل من الميت الف. تمام? وهنا برضو اه 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 هدي ال data دي. وهعمل هنا هيديني الرجل دوت الراتب بتاعه اعلى من الميت الف. اه فاحنا هنا اتنين واحد صفر اتنين واحد صفر فين? ده. اللي هو الاندكس رقم اربعة. طلع لي الاول ببطاعه سفر. اه اتنين واحد سفر طلعي فعلا سفر. يبقى دي يتوقع بشكل كويس يعني. بس احنا هنا بنحسب الاكيرسي من خلال افضل حاجة. احنا بنشرحها بقى في المحاضرة الجاية مع تمام? بسيطة جدا 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 يعني. من اسمها كده يعني بيكون عندنا بدل احنا هنا بنتكلم عندنا شجرة قرار واحدة فقط. انما بقى في الRandom Forest هي Forest. بيكون عندي اشجار كتير. اه بيكون عندي كزا كزا تري بقسم الداتة بتاعتي بقى الاجزاء وباخد كل جزء دخله على على تري. وابخد كل جزء دخله على تري. كل تري كل تري بتطلع لي اوتبط. طيب هيبقى مثلا عندي فايف تريز هيبقى عندي فايف تريز. كل تري بتطلع لي اوتبط. بعد كده هاعتمد اني اوتبط ايوم هاعتمد الاولوية. يعني مسلا تخيلوني فيت آآ ثانية واحدة. اوريكوا صورة. اصدر مفيهاش شرح يعني ولا فيها ماس هو ماس بتاعها هو هو نفس ماس اللي احنا شرحنا دلوقتي. فخلينا اقول لكم الفكرة يعني. هي فكرة بسيطة جدا يعني. شايفين الصورة دي? ايه? الصوت بيقطة الصوت بيقطة والله. ابعت لك ايه? اقول لك ببعث لنا الكود دل مرة. الكود ما انا ابعته لقاب بتاع دلوقتي اكيد ابعته يعني. سمعيني يا جمعة ولا صوت? ماشينا. واحد بس اتكلم عشان افهم بتقولي يا احمد. بتقول لك عز ايه ببعث لنا الكود بتاع الصبورت وفكتور ماشين. انا طيب ماشي. طيب ماشي. احنا قلنا جمعا ال ال random forest فكرتها مبنية على ال decision tree. يعني مثلا دها ده مزلدة واحدة بتوضح لنا مفهوم ال random forest. بيكون عندي اكتر من tree. يعني النقط دي. النقط دي بتدلع بتدلع لان فيه تاني يعني. فانا مسلا عندي طبقة فاكهة يعني. تمام? باخد مسلا باخد مسلا واحدة منهم. اي وليكن اي اي صمرة من هنا. بدخل الصمرة بتاعتها الاولى. فهتقول لي ان هي اه طفاحة. وبعد كده باخد يعني بيكون عند بيكون بيكون عند الداة. باخد الداة دي اقسمها لاجزاء. وادخر كل جزء على كل موجود عندي. وبعد كده كل بتطلع لي يعني دي هتقول ان الاوب بتاعها تفاحة. ودي تفاحة ودي موزة. فهنا بعمل ايه? باخد بالاولوية. بعمل يعني بعمل تصويت. ايه اكتر حاجة طلعت لي هنا. بتاعتي طلعت لي هنا فيه اتنين طلعوا تفاحة واحدة بس طلعت موزة. يبقى الاوب بتاعي هو تفاح. فالراندم فورست هنقولها تاني في المحاضرة الجاية بشكل سريع لان هي ما فيهاش ماس. الماس بتاعها مبنى على بس الفكرة انا بدهما يكون عندي تري واحدة بيكون عندي اكتر من تري تمام? اكتر. في في اي سؤال في الماس او الكود او في اي حاجة? طيب انا عبعت لكم خاص بالصبورت وبرضو بأكد عليكم تكراهوا الجزء اللي هو اللي انا حددته من الكتاب مهم جدا جدا جدا. وبس يعني هو الجزء دوت اللي يبقى عليكم خلاص يعني تمام? والداتة طبعا عبعت لكم الحاجات اللي اتشرحت دلوقتي دي عبعت لكم كلها. طيب احنا معدنا ان شاء الله المحاضرة الجاية امتى?